اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دورة تعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلومة المونتاج في هذه المحاضرة ان شاء الله راح تكون كيفية تنصيب وتفعيل برنامج كامتازيا ستوديو 2018 طبعا هذا البرنامج هو برنامج عملاق وخصوصا نسخة 2018 نسخة رائعة جدا تحتوي على الكثير من الامتيازات الرائعة والقوية جدا اللي ان شاء الله راح نبينها من خلال هذه الدورة طبعا بالاضافة الى التنصيب راح يكون تفعيل البرنامج مدى الحياة وبالاضافة الى ذلك راح نتعلم شلون نضبط الاعدادات حتى نقدر نستفاد من الامكانية القصوى لهذا البرنامج طبعا بعد ما نحمل البرنامج البرنامج راح يكون مرفق ورح يحتوي على ملفين ملف التنصيب اللي هو كامتازيا وملف التفعيل نجي الى ملف التنصيب نفتح هذا الملف اللي هو كامتازيا وعليه ايكون اتحارف سي طبعا هنا نطلب من عندنا اللغات انجليش راح نختار انجليش بعدها اوكي اكسيبت نوافق على الاتفاقية بعدين انستل ننتظر بينما يكمل التنصيب لان البرنامج يحتوي على اضافات قوية جدا وواسعة فذلك يعني راح يطول اثناء عملية التنصيب بعد ما كمل عملية التنصيب راح تطلع عندنا هنا انستل سكسفل يعني تم عملية التنصيب بنجاح نضغط على فنش طبعا اذا نروح على السي راح نلقى هذا البرنامج كامتازيا الفيرد 18 تم تنصيبه بنجاح نجي الى التفعيل نفتح هذا الملف ونجي نفتح المسار هذا المسار طبعا راح ننسخ هذا المسار ناخد من عنده كوبي ونجي الى الكمبيوتر بعدها نجي الى في الاعلى في هذا الشريط نضغط كلك ايمن بيست بعدها انتر راح يودين البرنامج بشكل مباشر الى ملف التفعيل نجي الى الفولدر الثاني اللي هو فولدر التفعيل ناخد هذا الملف كونترول سي او كليك ايمن كوبي بعدين نجي هنا نكليك ايمن بيست راح نستبدل هذا الملف من خلال انه استبدال تم الاستبدال بنجاح تمام جدا طبعا بعد ما طلعت النا هذه النافذة لان احنا قبل يعني فتح البرنامج قبل ان نكمل عملية التفعيل فما كو مشكلة نضغط على هذا الخيار بعدها نحاول نسد الملف او نسد البرنامج طبعا نفتح البرنامج 2018 او نسد البرنامج 2018 نجي البرنامج 2018 نحن نسطد البرنامج 2018 لانو ندرك هاتبر نسد البرنامج 2018 ندرك تيد ونورة ملمة نسد البرنامج 2018 اجل جديد من حول المفتح البرنامج 2018 قبل ان يدعوde و ملح في اجمالك و تحدث مرحة المفتحات قديم التفعيل فنلغي ما طلبت مجاوك القديم بسكارات البرنامج وطبعاً راح يظهر فيديو تعريفي بالبداية نضغط على كونترول اي هنا بالأسفل ودليت نحذف هذا الفيديو وممكن أن نحذف في هذا المكان أيضاً جميع الأجزاء لحظة أن البرنامج مفعل وكامل تمام جداً ولكن المشكلة أنه عنده مشكلة في كرت الشاشة في بعض الأحيان فالبرنامج يكون ما متوافق مع كرت الشاشة فلابد أنه نضبط بعض الإعدادات نروح على Edit ونجي على Preferences ونروح على Advanced أو Advanced بعدين نجي إلى هذا الخيار اللي هو Hardware ونختار Use Software Only Mode نختار هذا الخيار بعدها أوكي نسد البرنامج ونفتحه من جديد برنامج كامتازيا ستوديو 2018 طبعاً بعد ما نفتح البرنامج ستطلع عندنا هذه الرسالة اللي هي New Project يعني مشروع جديد New Recording يعني تسجيل جديد يعني البرنامج مثل ما تعرفون هو يستخدم لي عمليات المونتاج وعملية تسجيل يعني ممكن أنه نسجل بالشاشة عملية تسجيل للشاشة وطبعاً عندنا الخيار الثالث اللي هو Open Project نقدر نفتح مشروع سابق تم عمله رح نختار مثلاً New Project رح نلاحظ أن البرنامج يعمل بكل كفاءة والبرنامج طبعاً بشكل جديد مع إضافة الأيكونات المسطحة وطبعاً Background اللي هو اللون الرمادي الداكن في ختام هذه المحاضرة أحب أوعدكم أنه في المحاضرات القادمة رح نتعلم هذه القوائم والأزرار وهذه الخيارات إن شاء الله ورح نشتغل تطبيقات احترافية وعمال إبداعية إن شاء الله نلتقيكم في المحاضرات القادمة بإذنه تعالى